الكل يتقاتلون فوق أرض واحدة، القلمون بين شرقه وغربه معركتان منفصلتان وسباق على الحسم قد يطول أمده في غرب القلمون السوري تتواجه القوات الحكومية مدعومة بمقاتل حزب الله اللبناني مع فصائل مسلحة أبرزها جبهة النصرة معركة لم يتمكن أي من الطرفين من حسمها بالكامل حتى الآن مع تغير مناطق السيطرة بين عشية وضحاها أما المعركة المستجدة في القلمون الشرقي فأعلن عنها ما يعرف بجيش الإسلام محددا ساعة الصفر لطرد مسلحي تنظيم الدولة المواجهة في القلمون الشرقي جذبت الدعم من مقاتلين مغارضة في درعة والغوطة الشرقية وشمالي البلاد لتشكل لواء موحدا في مواجهة داعش وتم تجهيز هذا اللواء بمعدات ثقيلة من مدرعات ومضادات أرضية إضافة إلى المدفعية الثقيلة ومع اكتمال التجهيزات والتدريبات انطلقت المعركة بسيطرة مقاتلين مغارضة على منطقة جبال الأفاعي ومخيطها كذلك تدور اشتباكات بين مقاتلي المغارضة ومسلحي داعش في بادية القلمون وتحديدا باتجاه طريق دمشق بغداد معركة على أكثر من جبهة في القلمون الشرقي عنوانها القضاء على داعش ولكن أيضا منع تقدم القوات الحكومية باتجاه المنطقة وسيطرة المعارضة المسلحة على هذه النقطة تفتح طريق الإمدادات إلى الشمال وتبشر بمعركة جديدة لم يحدد عنوانها بعد ترجمة نانسي قنقر